أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه سيد ردواني والتنفيم والتنزل اللجيمين والحديثة والمعاربية والأفضل الأنبياء والإصلاق والمعاربية والمعاربية وإرشال لمدة سنة الآن ترجمة ترجمة نانسي قنقر 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 لقد كنت أحبت بفضل وطبع في أساس سيارة لقد كنت أعبت بفضل الشيخ الخديج على السيد لقد أعبت بفضل المعارضة لقد اعتقدت بفضل المشاوة ويستطل المعارضة ومنت ومن يتعبون شخص بفضل المعارضة لا يتاسع الأمر في ذلك لقد أتنسى في أي جنبات كما كانت كما أنت كما أصدقاء الشيخ مباكي كما هو أصدقاء 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 الشيخ محمد المنتخى ولكنه كان أصدقاء الشيخ المنتخى كما كان الشيخ المنتخى أمانا على الكثير من العيار فقدم نقاتل في المحن و commun المتحدث عن أكثر من نوعا في هذه الأرض والنطاعي تحصل إلى هنا في النار والذي يتحصل على تحاول المدير كما تعلم فقط ترجمة نانسي قائلا ترجمة نانسي قائلا والمام كان يطلب من محمد المتخى وحقا نحن الذهاب الان يتأثير وحسن وحسن كان يطلب من محمد وحسن لترجمة الاشتراك وحسن وحسن يتعلم أن يتعلم المترجمات لن تصدر بشكل مجددا يسمى هذا النجر الذي تراجع للتعب أشكرنا في الناس وضعتنا عنه وضعتنا ويشأل أن تراجع بشكل مجددا من السبب وضعتنا إلى كل مجدد وضعتنا إلى كل مجدد إنه سميع مجب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على الهاد الأمين سيدنا ومولنا محمد المكين وعلى آله وصحبه ذوي الرضوان والتمكين أيها المسلمون في مشارق الأرض ومغاربها أيها المواطنون الصنغاليون أيها الإخوة المريدون السلام عليكم ورحمة الله وبركاته قال الله تعالى ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والاستمرات وبصر الشابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم محتدون وقد ابتلان الله برحيل عالم جليل أفنى عمره كلها في العبادة والخدمة وفي توحيد صفوف المسلمين وبناء بيوت الله وعمارته فقد كان الشيخ سيد المختار رضي الله عنه مثلا يحتذا به في الزهد والعبادة والحزم والعزيمة وفي الإنفاق في سبيل الله ومساعدة الفقراء والمساكين ومساعدة حجاج بيت الله الحرام وتكفل بجميع لوازمه فأعزي نفسي وجميع الأمة على رحيل هذا الشيخ الجليل ونسأل الله جل وعلا أن يرفع درجته في العليين الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفقاء وأن يجزئه خير الجزاء عن المريدين والمسلمين وعن عباد الله الأجمعين وبعد فإني أتوجه بالشكر والتقدير إلى إخوان المسلمين عموما وإلى إخوان المريدين خصوصا وأريد في هذا المقام أن أتوجه بكلمات وجيزة إلى إخواني من آل البيت القديمي وإلى المريدين وإلى القيادات الدينية وإلى جميع المواطنين في السنغال وأسأل الله تعالى العون والسداد والتوفيق لما يحب ويرضى في كل خطواتنا وفي كل حركاتنا وسكنتنا قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك لا وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين صدق الله العظيم رسالة موجهة إلى آل البيت القديمي وأما النقطة الأولى في هذا الخطاب فموجهة إلى الأسرة من آل البيت القديمي فأقول لكم بعد قبول البيعة منكم إني أفهم جيداً مغزى هذه البيعة وما فيها من رموز ودلالات وأعي تماماً ما يتطلب ذلك مني من تحمل الأمانات والمسؤوليات الجسام أمام الله وأمام الشيخ الخديم رضي الله عنه وأمام العالم أجمع وإن هذه المهمة مهمتكم وإن هذا المقام الذي أنا فيه اليوم يمكن أن يكون فيه كل منكم فأرجو أن أكون على مستوى تطلعاتكم وأسأل الله تعالى أن يعينني على تحملها وأدائها كما ينبغي إنه سميع مجيب الدعوان وأريد هنا أن أؤكد معاهدة لكم أمام الله وأمام العالم على تجديد العهد والعزيمة على مواصلة العمل في ختمة الشيخ الخديم رضي الله عنه والعمل معكم بمبدأ الشورى في جميع الأمور كما أمرنا الله به في القرآن وأمرهم الشورى بينهم وأطلب منكم أن تكونوا شهداء لأمام الله على العهد الذي أخذته أمامكم وأن نتفانى في خدمة الشيخ القديم رضي الله عنه وأن نبذل كل ما في وصعنا لتحقيق المصالح ودرء المفاسد في أمور الدين والدنيا إن شاء الله رسالة موجهة إلى المريدين عموما وأما الرسالة الثانية فأوجهها إلى إخواني المريدين بشكل خاص وأؤكد فيها على وجوب إخلاص العمل لله وحده بلا شريك عملا بقوله تعالى وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا السكاة وذلك الدين القيمة فالإخلاص جوهر دعوة شيخنا الخديم رضي الله عنه ولب طريقته التجديدية كما قال وصف المريد تركه الإرادة لوجه من يفعل ما أراده من لم يريد شيئا سوى مولاه يصل له وخيره أولاه فمن هنا وجب علينا جميعا تجديد إرادتنا بالإخلاص لله وحده بلا شريك في النيات والأقوال والأفعال والأحوال وتحري مرضاته تعالى ومرضات شيخنا القديم رضي الله عنه في كل حركاتنا وسكناتنا وعقائدنا وأقوالنا وأفعالنا وأحوالنا وكلها ظاهرا وباطلا إذ المريد لا يريد أبدا خير الرد الرحمن حيث قصدا ويجب أن نجتهد في إخلاص العمل لله ومراقبته تعالى في دوافعنا وفي النياتنا والترفع عن الجري وراء المسالح السخصية الفردية الضيقة التافعة والزائلة وأن نحاول دائما جمع الهمة على الله تعالى والإقبال عليه بالكلية والارتقال للنيل ما عنده ما عندكم ينفد وما عند الله باب ولن يجزن الذين صبروا أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من زكر أو انسى وهو مؤمن فلن نحيينه حياة طيبة ولن نجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون صدق الله العظيم وهذا ما أرشدنا إليه الشيخ القديم حين قال يا أيها النبيل دع ما ينفد وابغي منا في أبد لا ينفد هذا قول الشيخ القديم وبهذا فقط يتحقق فينا معنى الإرادة الصادقة والهمة العالية التي دعا إليها الشيخ وربى عليها أصحابه ومرديه الأوائل عليهم ردوان الله تعالى في كل وقت وحين وعليه فإني أذكركم بالدور الريادي الذي قام به آباؤكم وإجدادكم رضي الله عنهم في قيام الطريق الشيخ القديم ردوان الله عليه في نشر دعوته وإني أدعوكم إلى متابعة العمل الذي بدأه الأجداد والآباء بمهمة تماثل هممهم أو تقاربها ولتعلموا أنكم لستم غرباء في الأمر بل شركاء رسالة موجهة إلى أهالي توبى خصوصا وأما الرسالة الثالثة فموجهة إلى أهالي مدينة توبى المحروسة الذين أكرمهم الله بمجاورة الشيخ القديم رضي الله عنه ومن يزورنها وأوصيكم فيه بلاي مدينة توبى المحروسة